وفي سياق ما تمارسه إسرائيل من إبادة جماعية بحق المواطنين المدنيين في غزة أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الأردن قاد جهود حثيثة على مستوى العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع مشيرا إلى أن الأردن كان أول من أدخل مستشفى ميدانيا إلى غزة وأول من قام بإنزالات جوية لإيصال المساعدات إلى القطاع لافتا أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان أول من شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع غزة تشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وأوضح المركز بأن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تقوم على الكراهية والتعصب والتمييز وتخالف القيم الإنسانية المشتركة ودعا بهذه المناسبة لوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة ووضع حد لهذا العدوان والالتزام بقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لمنع هذه الجرائم وإدخال المساعدات